السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا اخوان اشرح لكم طريقة حذف جميع البيانات والعدادات والصور والفيدوهات والاسماء على جهاز الايفون او اجهزة قبل بشكل عام ايباد او ايفون الطريقة بسيطة جدا البعض يقول لنا ببيع الجهاز وما بيحد يشوف الخصوصيات اللي عندي والصور يسوي هذه الطريقة يعني ما يحتاج تروح المحل ما يحتاج كمبيوتر ما يحتاج حتى انترنت طريقة بسيطة جدا قبل لا بدأ بالشرح اتمنى منكم الضغط على اشتراك ودعمي بالقناة بالبداية ندخل على الاعدادات بعد كذا ندخل على العام من هنا بعد كذا ننزل الاخير في خيار اسمه عاد التعيين نضغط على عاد التعيين تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها مسح جميع المحتويات والعدادات طبعا حط في بالك اذا مسحت اذا سويت هذه الخاصية او هذه الطريقة ما رح يرجع اي شيء نجرم مع بعض مسح جميع المحتويات والعدادات نضغط عليها من هنا رح يطلب منك رمز قفل الشاشة وراح يطلب منك رمز الغيود طبعا انا حاط رمز غيود عشان كذا طلب مني اذا مو حاط رمز غيود ما رح يطلب منك بعد كذا رح يقول لك هنا مسح الايفون رح يرجع زي ما كان يقولك سيتم حذف كافة الوساط والبيانات وعاد التعيين كافة الاعدادات اذا سويت هذه الطريقة حط في بالك ما رح يرجع اي شيء وراح يتم حذف كل شيء اتمنى الطريقة بسيطة جدا اي سؤال او سفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة اشكركم على المتابعة وفمان الله